كبيرة من المتهمين كانوا متهمين جميعا في احداث العدوة في المينيا لما وحنشوف بعض المشاهد اللي هم عملوها يعني اشعلوا النار في اقسام الشرطة وفي بعض المؤسسات سرقوا اسلحة سيارات الشرطة اشعلوا فيها النار اللي هي المشاهد اللي احنا شايفينها على الشاشة المتهمين اللي هتشوفوهم بعد قليل ومشاهد تم تداولها بالهتاف ضد مرشد جماعة الاخوان والمفترض ان دول كلهم من المتهمين اللي بسبب ولائهم وانتمائهم لجماعة الاخوان ارتكبوا هذه الممارسات اشعلوا النار سرقوا منشآت اسلحة ومشاهد يعني كانت شهيرة حتى كنا وقتها اول ما ننفرض بهذه المشاهد اللي كانت فيه 14 اغسطس بعد فض اعتصام ربع لما ملأت العمليات الارهابية كل انحاء مصر على اعتبار انهم اعتقدوا يعني ان ده يمكن ان يعيد الجماعة او انه يمكن انه يوقع السلطة او يوقع ثورة 36 يلجأوا للعمليات الارهابية طبعا مشاهد انك تشوف انصار جماعة الاخوان يهتفونا ضد مرشدهم لم يكن يحدث ذلك في السابق المرشد بالنسبة لهم يعني هو المقدس يعني المرشد بالنسبة لهم اه الولاء الولاء له حتى قبل الولاء للوطن وقبل الولاء للعالم وقبل الولاء للجيش لكن لازم تتعامل مع المشاهد بحذر وتقول ما هي ممكن تكون الناس تعبت من السجون وقالت بقى احنا تعبنا وجماعة الاخوان قاعدين في الخارج القيادات بيقبضوا واحنا بندفع الثمن وعائلتنا تعبت وتمزقت واحنا عايزين نصالح الدولة يعني وعايزين ان احنا نطلع عن الجماعة اللي بعيتنا هنا ممكن يبقى هنا تتعامل مع ده على انها مراجعة حقيقية لكن ممكن كمان الناس تكون بتعمل ده فعل تكتيكي يعني انه والله عشان نطلع من السجن بقى وانت القضية منظورة امام المحاكم لا هتافك ضد المرشد ولا هتافك معه هيحدث تأثيرا في المحكمة ملوش علاقة بالقضاء القضاء بينظر هذه القضية بمعزل عن اللي انت بتعمله ايه يعني في قاعات المحاج فخلونا نتعامل بحذر مع هذه المشاهد صحيح هي ممكن تكون حقيقية ممكن يكون الناس تعبت ممكن تكون انصار جماعة الاخوان بدأوا ينفصلوا عن جسد الجماعة وعن رأس الجماعة بالفعل ويقولوا خلاص احنا ليه بندفع الثمن وهم قاعدين بيقبضوا في الخارج وبعدون دول وعدونا انه مرسي راجع بعد شوية واتضح انه مرسي مش راجع خالص يعني كانوا دايما بيهموهم دخلوا السجن سنة واثنين ومرسي راجع تاني حيطلقوا حتطلعوا ابطالة يعني ايه المشكلة يعني ممكن تكون المشاهد اللي حتشوفوها هي مراجعة حقيقية وممكن تكون تكتيكية يعني ما تيجوا شوية نهتف ضد المرشد ونهتف لصالح حتى هتلاقهم حارسين جدا انهم بيهتفوا لصالح فور التلاتين ستة وللرئيس السيسي تحديدا يعني وحتسمعوا حتى جملة بتتقال كده يعني احنا تعبنا بقى عايزين نخرج وتقف قدام الجمل دي اما هو اذا انت بداخلك مقتنع بانه اكتشفت انه هذه الجماعة تدفع بانصارها باعضاؤها بشبابها للسجون من اجل مصلحتهم ومن اجل مصلحة تنظيم دولي حدوده ومساحاته خارج الوطن هنا انا معاك بقى واللي يقدر طبعا يكتشف ده هي المناقشات مع الشباب اللي حتشوفوهم بيهتفوا اللي هم ارتكبوا هذه الوقاعة اللي انتوا شايفينها سرقة اسلحة اشعال نار في سيارات اشعال نار في سامشورطة هوا شايفين طالعين بالاسلحة كأنهم طالعين بلعب اطفال هي دي كل دي اسلحة الاسم اللي اتخذت اللي انتوا حتشوفوهم بقى المتهمين عملوا كده علشان يعيدوا جماعة الاخوان الى السلطة علشان يوقعوا ثورة 36 علشان يرجعوا الجماعة الارابية للحكم تاني اعتقادا منهم انه ده حيوقع الدولة يعني ما يعرفوش انه انه دولة يتحلف شعبها مع جيشها لا يمكن ابدا انها تقع في ايد جماعة ارهابية مهما عملوا وبالتالي هنا شايفين المشايدة سرقة اسلحة ويدخلوا ويجيبوا اسلحة ويخرجوا ويخرجوا اشعالوا النار في المنشآت وفي اسام الشرطة طيب طبعا اعداد كبيرة من المتهمين لان احنا كنا امام وقعة جماعية عدد المتهمين فيها كان كبيرا للغاية دخل مرشد جماعة الاخوان كما ستشاهدون بعد قليل والمشاهد اللي تم تدولها واللي جات لنا ايضا المشاهد دي ممكن تتعامل معها زي ما بقول لكم بشكل انه المرشد طبعا داخل ويعتقد انه كالعادة سيهتف له فهو المقدس يعني اهو هتشوفوا بعد شوية ايه اللي حصل لكن اللي حصل العكس هي هتفات ضد مرشد جماعة الاخوان لم تحدث في السابق تعالوا نتعامل معاها اما بجدية الناس تشوف هل الشباب ده انقض على جماعة اكتشف في النهاية انها مصلحتها فقط فوق مصلحت الوطن اه وما يهمهمش شبابهم اللي بيضيع ولا هي تيكتيكية الناس تعبت وعايزة تطلع من السجون فتعالوا نقول كلمتين ونتحك بهم على الناس وبعد كده سممكن يطلعونا من السجن لكن ما في القلب في القلب وما في عمق الانتماء سيظل كما هو اه تعالوا نشوف المشاهد اه مرشد جماعة الاخوان وهو داخل اعتقد ان الناس حيشلوه بالهتافات على الاعناق يعني كالعادة لكن وجد انهم بيهتفوا يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط كل كلاب المرشد هنا حتى اللهجة الحادة اه تعالوا نشوف المشاهد اه تعالوا نشوف المشاهد اشتركوا في القناة 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 وفقا لقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة